السلام عليكم ورحمة الله وبركاته علاج التبول اللا إرادي بداية علينا أن نقوم بمعالجة بعض الأمور المختلفة أو أقدم لكم بعض النصائح بداية ممارسة تمارين كيجل المقوية لعضلات قاع الحوت وأيضا شرب كميات محددة من السوائل في أوقات محددة بناء على تعليمات الطبيب الذابتهم إلى الطبيب وأيضا نحاول تقليل شرب الماء قبل الذهاب إلى النوم أو أن نقلل كمية الكافيين التي نشربها وأيضا إذ كنت تعالون من الوزن الزائد عليكم تقليل الوزن الزائد وأيضا نستطيع تجنب التدخين لأن ذلك يساعد بشكل كبير على هذا الأمر فهذا أمر سيء وأيضا إذ يتواجد لدينا السعال المزمن نحاول أن نقوم بعلاجه وذلك قد يؤدي إلى القطع بعض الشرايين أو الأوردة المتواجدة في الحوض ومنطقة الحوض فبالتالي من الممكن أيضا أن يؤدي إلى ارتخاء عضلات الحوض وأيضا قد نلجأ إلى العلاج الدوائي فبالتالي قد يوفر لنا الطبيب بعض العلاجات الدوائية التي من الممكن أن تساعد لذلك وهناك طرق أخرى مثل استخدام بعض الأجهزة التي قد تعالج هذا الأمر مثل الأدوات الطبية التي تستخدم لعلاج هذا الأمر تستطيعون الاستفسار عن ذلك عن طريق الطبيب الخاص بكم وأيضا هناك التحفيز الكهربائي الذي يقوم بتحفيز عضلاتي الحوضي فبالتالي ذلك يساعد بشكل كبير على علاج هذا الأمر إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر